هنا يجب أن ينتبه المسلم يا أخوان هنا يجب أن ينتبه المسلم لحاله مع الصلاة كل ما دعي إليها ينبغي على المسلم أن يقوم للصلاة في كل مرة بنشاط وفرح ونفس مقبلة على هذه الصلاة معظمة لها يحذر أن يقوم إلى صلاته على الصفة التي دم الله عليها أهل النفاق لا يقوم منقبضا كسلانا لا يقوم بفتور بل يقوم بإقبال اسمع إلى الصحابي الجليل بن عباس رضي الله عنهما ماذا يقول وعلى إثر قوله ذلك تلى هذه الآية يقول رضي الله عنه يكرى أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح فإنه يناجي الله عز وجل فإنه يناجي الله عز وجل وإن الله عز وجل أمامه يغفر له وإذا دعا استجاب دعاة ويجيبه إذا دعا ثم يتلو رضي الله عنه هذه الآية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا إذن لما ينظر المؤمن في هذه الصفة التي دم الله عليها أهل النفاق يحذر أشد الحذر أن يكون فيه شيء من هذا الوصف ففي كل مرة يسمع الأذان يفرح ويقوم بهمة يقوم بنشاط ومما أنبه عليه في هذا المقام أن الأولاد الصغار عندما يربون على الصلاة يربون على هذه الصفة أن يقوم إليها بفرح بمحبة برغبة وهذا يحصل عندما يعود الإبن أو يعلم الإبن ويبين له مكانة الصلاة العظيمة مثل ما قال ابن عباس هنا يقول فإنه يناجي ربه هذا يدعوك للهمة والفرح والنشاط فإنه يناجي ربه وإن الله عز وجل أمامه يغفر له وإذا دعا استجاب دعاءه وإذا دعا استجاب الله دعاءه ترجمة نانسي قنقر